الدرس الحادي عشر التجزئة استكشف قام الأطفال وقت الراحة بلعبة فتجمعوا حسب لون الميدعة أحيط بخط كل مجموعة أتدرب واحد أحيط مجموعة أدوات الكتابة بخط مغلق وأرمز إليها تتمثل مجموعة أدوات الكتابة في الأقلام نرمز لها بوضع قلم اثنان أجزئ مجموعة الغلال حسب اللون كما هو مبين أمامنا فالغلال يتميز بعضها باللون الأصفر والبعض الآخر باللون الأحمر والبرتقالي لذا سنجزئها إلى ثلاثة مجموعات مجموعة الغلال الصفراء مجموعة الغلال الحمراء مجموعة الغلال البرتقالية ثلاثة أرسم عناصر مجموعة الأشكال الهندسية وفق الجدول من خلال الجدول نرى أن عناصر مجموعة الأشكال الهندسية تتكون من مثلثين ودائرة وثلاثة مستطيلات نقوم بوضع كل منها في مجموعة جزئية ثم نضع اتحاد المجموعات الثلاثة كما هو مبين في الرسم التالي أوظف واحد أحدد مجموعة الحيوانات مجموعة الحيوانات تتكون من جميع العناصر التي تظهر أمامنا على الشاشة ما عدا الشجرة لا تنتمي إليها نحيط جميع عناصر الحيوانات بخط مغلق وذلك للحصول على مجموعة واحدة اثنان أجزئ مجموعة الحيوانات إلى مجموعة حيوانات تعطينا حليبا ومجموعة حيوانات تعطينا بيضا لتجزئة مجموعة الحيوانات إلى مجموعة حيوانات تعطينا حليبا ومجموعة حيوانات تعطينا بيضا نقوم بفصل كل من البقرة والماعز والجمل بخط مغلق فهي تمثل المجموعة الحلوبة ونضع بقية الحيوانات في خط مغلق فهي تمثل مجموعة الحيوانات التي تبيض 3- أشتب العنصر الذي لا ينتمي إلى مجموعة الحيوانات 4- العنصر الذي لا ينتمي إلى مجموعة الحيوانات هو الشجرة إذن نقوم بشطبه من بين بقية العناصر 5- أقيم أكون مجموعة أزهار وأحدد ضمنها مجموعة جزئية ثم أرمز إليها إذن نقوم برسم مجموعة أزهار ونضع ضمنها مجموعة جزئية لأزهار تختلف عن البقية بلونها البنفسجي إذن نقوم برسم مجموعة جزئية لأزهار تختلف عن البقية إذن نقوم برسم مجموعة جزئية لأزهار تختلف عن البقية